السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه تحية طيبة لكل من يسمع او يقرأ. الواحد دايما يتفاجأ كلما يقرأ اه يتفاجأ بامور كثيرة لربما ما كان يفكر فيها فيجد فيها النقص اللي داخله النقص داخل النفس البشرية. واليوم معايا موضوع معاكم يعني العيال الذين ظنوا انفسهم كبارا. يعني هاي مقالة من المقالات مثل ما عودتوكم على كتاب دائما كتاب مصطفى محمود الشيطان يحكم. اه يعني حقيقة الافكار يطرحها هنا الكاتب افكار حلوة. على العيال الذين ظنوا انفسهم كبارا. وهو هنا ده يوصف البشر بشكل عام يعني. اه هنا نحنا مدى نواجه العلم. هنا نحنا ده نبين اه وجهة نظر معينة بالعلم ان نحنا بيه خصوصا انه العلم بيفتح افاق واثر كبير فيما يخص تطور الانسان. لكن مع تطور العلم المادي لابد من تطور اخر. يعني مثل ما قلنا اللي هو روحاني. يعني الانسان مو بس كائن اه مادي. مو بس عبارة عن مواد كيميائية. او اكل وشرب وروح يجيب فلوس وصرف فلوس وكذا وهي. لا. انسان لو بد ان يشعر الداخل من الراحة والطمئنينة. ايه? وهذا الشي ما اذا ما يعني احيانا بالفلسفة احيانا بالدين. اه هذا الشي اذا ما هو يشتغل عليه على نفسه ما رح يقدر اه ياخذ معنى لحياته. يعني التطور اوكي انت تطور تروح تجيب تشتغل وكذا. احيانا تحس بفقدان المعنى. وكثير ترى من الناس حتى لو مثلا امورها اه ماشية وصحيحة بس لكن انه انت هي فاقدة للمعنى من حياتها. فلابود من الجانب الروحاني. والجانب الروحاني بالقراءة قراءة قرآن. ما بس قراءة قرآن. قراءة الفلسفة. قراءة العلوم الانسانية. تعطيك كثير امور. الادة بالفلسفة. اه. اه انا قراءة اه حتى ما ادعو اخراسكم. انا قراءة هذا المقالة. اه يارض بها يقول يعني الكاتب احنا من يجي اه كل الاطفال على سبيل المثال. يعني ببدأ يقول كل الاطفال اعتهم مرض الفضول. يعني يسألك هاي اشنو? تقول له هاي السجارة? هذا ايشنو? هذا نجمة. ايشنو كذا? فانت انا من اتجاوبوا تجاوبوا هاي نجمة لانه يعني تتلو عليه يقولك تتلو عليه افتراضات ونظريات. يعني انت تقول له الشغلات اللي تتعودت انه اه تسمع من ابائك واجدادك. لكن انت ما تعرف غير الافتراض. يعني ايشنو هذا الضوء عبارة عن نجمة وهذا شكلها. طيب مين قال هذا شكلها? يعني بابا قال هيج. اه جدي قال هي وهكذا يعني انت تتلوها من خلال ما تعودت عليه او من خلال ما قرأت من اه علوم الاجداد. زين جدك جدي وانا راح بعد ما مات ما نعرف. احنا نقول راح الى عالم اخر. لكنه هذا الفضول دائما هو فضول الانسان. وهذا الفضول هو يعني يمكن اه تكلمنا يوم من الايام انه هو هو سبب التطور العلمي وسبب حياة الانسان كلها. الفضول. الفطرة اللي الله سبحانه وتعالى خلق بها الانسان. من هو وصغير دائما يسأل اه ربما كثير من عدكم يشوف اطفال يسأل اسئلة حتى ما يدر الجواب عليها اه 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 اللي يقول الكاتب يقول احنا ما نعرف ما هي الامور. احنا سبق انا تطورنا اه حكينا عن هذا الموضوع. مثلا عن الكهرباء. من اين اتت الكهرباء? تقول له يا ابا من الماكيناء من من اديسون اه من اول ما اكتشف الكهرباء والحرارة والكالزين ايش نيه الحرارة? الحرارة يعبا عن موجة ايش نيه الموجات? ليش هي اسمه موجة? يقول الكاتب هاي الشغلات اللي قدرنا نقيسها. ما اجهلنا على الدوم. هاي الشغلات حتى العلماء اللي ونيوتن وافو قادرا وفرداي. هذول الشغلات اللي قاسوها سووا عليها نظريات. نظرياتهم. وبنى عليها التطور. لكنهم ما نعرف ما هي الشيء. احنا نعرف الشيء نشوفه فقط. لكن ما رح نقسناه من خلاله هو. ما رح ندخل دخل دخل خلال هاي المادة واحنا خلقناها حتى نعرف هي من ايش موجودة. وديل على ذلك انه نحن عملية العلم لحد الان مستمرة. ولحد الان خاصة في ما يخص علوم الفيزياء مثلا في امور متناقلة على سبيل مثال مثل ما قلنا الالكترون اللي هو عبارة عن جسيم موجة في نفس الوقت. فما لا يوجد يقين انما كل اللي اللي نعرفه هو ما ما قدرنا نقيسه وما قدرنا نبني عليه بالنظريات ونطور نظريا عبر النظرية. اه بالعلم حتى نصل. اه لكنه ما نعرف الى الان والعملية مستمرة. اه يقول نحنا سكننا الارض يعني احنا هو ضرب على الكهرباء خلنا نقول من جانب الفيزيائي. هنا يقول نحنا سكننا الارض من ملايين السنين وما زالنا لا نعرف عنها الا قشرتها. تجتمع شهود الحادثة الواحدة في اختلفون في روايتها ويحكيها كل واحد بصورة وهذا كان الحادثة التي تصر عليها ساعة. فما بالك بالتاريخ الذي مر عليه الو في السنين وكتب فيه المجلدات وكلها. وما ابعدنا نحن على حقيقة وما ابعدنا على الحقيقة دائما. يقول يعني مثلا الامور التاريخية والكلب والتاريخية كل مؤرخ يعني يقول من وجهة نظر وهو يعني. لكنه انت اذا مثلا تروح موجودة عندنا يعني مثلا يروحون على حفلة عرس مثلا. اذا انت تسمع عن اخبار حفلة العرس من اكثر من اثنين ما نقول من ثلاثة او اربعة. راح تشوف كل واحد يروي هذه الحادثة شكل. وهاي هسة. طيب اه اذا كان مر عليها سنين اشن. فبالتالي لازم بالتاريخ يكون عليه ايضا اه شك. شك دائما بكتب والتاريخ. فالفرق كبير. فيقول ما اقرب الفرق بيننا وبين اطفالنا في عمنا ومعارفنا. يقول نحن حان اطفالنا ما نعرف من الصح ومنه نغلط. نحاول نحن نعرف فالصح من مغلط فيما يخص التاريخ فيما يخص الاباء والاجداد. اه والشغلة اللي يسعى عليها الكاتب. اللي هي للأسف احدى اثار العلم يقول فينا البخيل والشرح والاقول والطماع ونسل اللي عبوا على الم والطفل يخطف والكبير يسرق والطفل يضرب والكبير يقتل والطفل يمد ويضرب بالاذاء والطفل يرمي بحصاه. بحصاه والكبير العظيم يرمي بقنبلة ذرية. وهنا طبعا يقصد امريكا انه لأسف القنبلة ذرية محسن ما قلنا هنا احنا هو اثار العلم الحديثي للأسلحة وحاليا ما ما قنبلة ذرية. يعني بالستة واثمانية قنبلة ذرية استواصلين تقريبا القنابل الهيدروجينية. اه فالقنابل هذه حاليا نحنا وصلنا الى انه ممكن كرة ارضية كلتها يعني حتى احد علماء انا راح ننزل انشاء الله الفيديو اه سوى محاكات اذا اذا استخدم استخدمت القنابل الذرية الحالية والنووية الحالية ممكن كرة ارضية كلها تضيع والحضارة الانسانية كلها تنتهي. فللأسف فيها اثر خلينا نقول العلم المادي البعيد عن الروحانية وعن الاخلاق. اه يقول الا يا حقباء ذلك ان ابكي على 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 هذا العلم من العيال الذي ظنوا انفسهم كبارا. لا يعني يقول اه ليش نحن يعني نحن بعيدين اكو شغلات كثير منتظرتنا اريد نعرفها اريد نشوفها ما هيات الاشياء. ليش نحن واحد ديهاكل الله دول تاكل دول عوائل تاكل عوائل ناس تاكل ناس. فانا يشوف انه هاي المقالة تنطبق كثير في عصرنا الحالي ويعني اه نحن عيال لكننا نظلم انفسنا كبارا. وللأسف مرض الكبر منتشر على الجانب الاجتماع على جانب كبير من اه من هذا. من اه على جانب كبير من الدول يعني حتى على مستوى اه السياسة خاصة. وللأسف يعني هو السياسي يجي من المجتمع. وعلى مستوى الاجتماعي كثير تلقي ناس بهذه الطريقة لا ينظر سوى انه يظلم وليش انت تظلم وتتكبر وتفعل هاي الامور اللي هي اساسا شر من اي من قبل اه شر تتعدى على غيرك. وانت بالنهاية ما تعرف كشي عن الحياة وبالنهاية نهايتها الموت. يعني هو هذا السؤال فما اجهلنا وما اجهلنا انه ننسى نحن معبودين. يعني ننسى انه نحن عباد كلتنا لرب العالمين وواحد يتعدى على الاخ. فمن ممكن احتمالات الحضارة المادية من الايام تنهي اذا ما انسان صار عنده ايضا انطلاق روحي تطور روحاني. اه والكاتب لا يهاجم العلم فهو من العلماء اصلا يعني هو عالم مصري. اه لكنه يطرح وجهة نظر على نحن علينا ان لا نظن نفس انفسنا كبارا وانما صغار الى الان نتعلم ويجب ان نستغل هذا العلم من اجل خدمة البشرية. شكرا اهلكم على الاستماع.